موسيقى مساء الخير حكومة الأمر الواقع الثلاثاء ستجعل من الأرثوديكسي أمرا واقعا الأربعاء بهذه المعادلة الواضحة تجري المقايضات السياسية التي كادت تقفل معها الأبواب آخر رصد تفاوضي جرى اليوم صباحا بلقاء الوزير وائل أبو فعور الرئيس المكلف تمام سلام قبل أن يتجه إلى المختارة حيث زعيمها قضى ساعات متوترة قرأ فيها صحف الصباح ولم يرقه تحميله مسئولية الإنقلاب على الالتزامات وبحسب أجواء الثامن من أذار فإن زعيم الجبل أبلغهم أنه يرى في الثلاثة تمنات حلا مقبولا وأن الرئيس المكلف ما عاد قادرا على الانتظار فالضغط يتراكم لبنانيا وسعوديا وأنا عملت اللي علي فسرت هذه الإشارة بأنها موافقة جملطية على حكومة الأمر الواقع فبدأت التحذيرات من العواقب وبراجمتي تصريحات من منصتين محمد رعد وحسن فضل الله قلقت المختارة من جديد وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة لا تجرب هذا النوع من الحكومات حرصا على البلد والاستقرار فيما نصح النائب فضل الله الجميع بعدم القيام بمثل هذه المغامرات لأننا لسنا في زمن يصادر فيه تمثيلنا وقرارنا ومن غير المقبول أن تسموا لنا وزراء وموظفين ومديرين فالوضع اليوم قد اختلف تماما وهذا عنوان للتحدي صليات الجنوب قابلتها رشقات من الكورة للنائب ميشيل عون فحذر الرئيس المكلف من الذين يهمسون في أذنه وقال نحذرك من الابتعاد عن الحكمة وتأليف حكومة الدكتاتورية على أن مصادر بعبدة قالت اليوم أن الرئيس ميشيل سليمان يتردد في توقيع مرسوم حكومة الأمر الواقع تجنبا لمواجهة بقية الأفريقاء أما عين التيني فأنها فتحت باب الدراما السياسية وتبادلت دموع الوداع في لقاء مقات بر الصامت حيث بدأ رئيس حكومة تصريف الأعمال يشعر بقرب صرف تعويضات نهاية الخدمة والثلاثاء لأمره الواقع قريب حيث إن فضى العروض السياسية لم ينتهي بعد والرئيس تمام سلام الذي وصل بإجماع استثنائي في تاريخ الجمهورية سيفكر ألف مرة قبل أن يتخذ خطوة تضرب التفاهم والتفاهم وتفرد حكومة الغالب على المغلوب وبحسب تغريداته فإن سلام ما زال في مرحلة النداء الأخير وهو سجل موقفا على تويتر يقول فيه إن حصول أي فريق سياسي على ما يسمى ثلث المعطل في الحكومة ممارسة أثبتت عدم جدواها في الماضي فضلا عن أنه لا سند دستوريا لها سوريا فتحت جبهة الحدود مع تركيا بتفجيرات دامية أوقعت أنقرة في إرباك الاتهام وقبل استكمال التحقيق صدر القرار عن نائب رئيس الوزراء بشير أتالاي معلنا أن النتائج الأولية أظهرت أن المهاجمين على صلة بجهاز الاستخبارات السوري أهمية هذا الحدث وقوعه في مدن ريحاني وهتاي التي تشكلان نقطة ارتكاز في قلب لواء الإسكندرون لواء أعلنت فيه المقاومة إلى جانب الرئيس الأسد بأكثرية علوية شكلت ألويتها للدفاع إلى جانب النظام فهل فتحت النار السورية على تركيا من خاصرتها النازفة؟ إذن النائب ميشيل عون وفي عشاء لهيئة الكورة في التيار الوطني الحر مساء اليوم قال أن من يفكر في إرجاع الزمن إلى الوراء سيأخذ البلد إلى أزمة كبيرة ومن الصعب جداً القبول به محذراً الرئيس المكلف من أن كلامه لم يكن يدل بأنه سيذهب في هذا الاتجاه عم بيحاولوا تأليف حكومة ولكن خارج الأطر السليمة عم نسمع بحكومة أمر واقع تفرض أي أول مرة نسمع فيها بلومنان كأنه رئيس الحكومة عندما يكلف بيعطوه الصلاحيات المطلقة حتى يعملت مبدو لا، هذه الدكتاتورية خلصت من زمانه وبحزب القائمين على تأليف الحكومة اليوم على أنه العمل يعتبر عمل انقلابي على الدستور وعلى القوانين المرعية للإجراء في تأليف الحكومات الثقة هي بعد التأليف وليس عند التكليف اللي عم يفتكر أنه بده يرجع الزمان لورا لا يرجع للحكم هيدا ماشي باتجاه مشكلة كبيرة بالوطن ونحن نضنينين بالاستقرار اللي بعدنا عم نشتغل عليه من سنوات بالرغم من العواصف اللي عم تبع الوطن من جميع الجهات لحتى يجوا هندي خربته كل ما أنشأناه وكل ما ضبطناه بهالبلد هذا شيء صعب جدا القبول فيه ومخاطرة كبرى فإذا من حذر برة تالتي الليلة أن الرئيس المكلف ما كان كلامك بدل على أنك بدك تتصرف بهالاتجاه هيدا هل كانت هناك خدعة هل أنت مكلف بن يحمس بأذنك من الخارج لتقوم بهذا العمل إياك والابتعاد عن الحكمة إياك والابتعاد عن الحكمة في هذه المرحلة بالذات عم نسمع نهار التلاتة ونهار التنين مدى تطلع حكومة بأربعة عشر نحن مدى سئلانين كانت بأربعة عشر واللي بأربعة عشرين ولكن انتبه من خطر الإنزلات حكومة الأمر الواقع بين واقع الأمر واحتمالات الساعات الثماني والأربعين المقبلة تقرير كريستين حبيب إذا قضي الأمر ووقع فإننا ذاهبون إلى حكومة أمر واقع هذا ما تتقاطع عليه المعلومات الواردة من مراكز القرار مصادر لمصيتبي لا تستبعد هذا الاحتمال على الرغم من تريثها بالقول إن لا شيء محصوما قبل ثماني وأربعين ساعة وأن الاتصالات ما زالت جارية أما جديد تلك الاتصالات فلقاء جمع الرئيس تمام سلام بالوزير وائل أبو فعور حكومة سلام التي قد تبصر النور السلثاء ستضم من أربعة عشر إلى ستة عشر وزيرا غير صدامي على ألا تتمثل فيها الأحزاب والتيارات السياسية ودائما بحسب مصادر الرئيس المكلف فأن الأسبوع المقبل سيحمل حتما موقفا حاسما لكنه ليس الاعتذار فهذا الخيار غير وارد بالنسبة لسلام فريق الثامن من أذار يكرر أنه لن يرضى بحكومة الأمر الواقع وأن ذلك سيواجه بموقف تشريعي كون تلك الحكومة غير مثاقية لكن حكومة أمر واقع من دون توقيع رئاسي لا تمر وبحسب مصادر بعبدة فأن رئيس الجمهورية متردد في التوقيع على تشكيلة الأمر الواقع وذلك تفاديا لمواجهة مع باقي الأفريقاء ما بتكون خطوة موفقة يعني وبعتقد أنه يلي بده اليوم بهذه المرحلة بالزيت نستفيد بعد سنتين من التجازب أنه تكون هذه المرحلة مرحلة إعادة لم البلد ما بدلش لم البلد بحكومة أمر واقع بتمنى ما نوصل لهذه الخطوة وبتمنى بأسرع وقت ممكن تجرأ انتخابات نيابية ليس بالضرورة أن نحن ذاهبين لخيار حكومة أمر واقع على الأطلاق اليوم نحن نكثف جهودنا السياسية كحزب تقدم اشتراكي كجبهة نضال وطني مع كافة القوى السياسية في محاولة لإيجاد المساحة المشتركة بين هذه القوى لتسهيل عملية التأليف وبالتالي إنجاز هذا الاستحقاق الذي هو ضروري لأنه لا سمح الله في حال تعطل هذا الاستحقاق تعطلت عملية التأليف بالتأكيد هذا بده يقودنا لخيار الفراغ أو للفوضى وكما حلفاءه يصر التكتل على أن يتمثل الجميع في أي حكومة مقبلة فكرة أن حكومة ما تكون العلاقة بالكتلة النيابية هذا نسف كله للطائف ومفهوم الطائف لهو أنه في حكومة بتعكس التوازنات البرلمانية في شيء مش منطق بهذا الشغل هذا اللي عم نقوله الحكومة يجب أن تكون حكومة تعكس التوازنات النيابية وتأخذ ثقة المجلس النيابي لا داعي لتكرار موقف الحزب لجهة أهمية أن تكون الحكومة العتيدة التي ستتشكل قريبا بإذن الله أن تكون حكومة جامعة لكل القوى السياسية ويبقى مصير جلسة الخامس عشر النيابية رهناً بتطورات الرابع عشر الحكومية حزب الله يحذر من تأليف حكومة أمر واقع ويرى أن من الطبيعي بعد توسع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية توسيع دائرة المقاومة على مستوى المنطقة أكد رئيس كترة الوفاء للمقاومة النأب محمد رعد أنه سيجري التصويت إلى جانب القانون الأرتودوكسي وإذا أخفق فسيجري التفكير في قانون يأتي بأقل الأضرار مشيراً إلا أن هناك صيغاً عدة بحث فيها مع الحلفاء وأن هناك شبه تفاهم على إمكان التوصل إلى إقرار واحدة منها وفي شأن الحكومة رأى رعد أن مطالب فريقه السياسي ليست تعجيزية إنما هي مطلب شراكة حقيقية حقنا أن نتمثل في الحكومة بحسب أوزاننا وأحجامنا النيابية هذا حق أخلاقي وحق عملي وحق دستوري أيضاً أي تجاوز لهذا الأمر لن يجعل الحكومة التي تكون من مسؤوليتها حفظ وحسن إدارة البلاد أن نور إذا أراد البعض الذي ينفق في بعض الآذان لتشكيل حكومة اللون الواحد أو حكومة الأمر الواقع من صح هؤلاء بأن لا يجربوا هذا النوع من الحكومات حرصاً على البلد وحرصاً على الاستقرار وحرصاً على إمكانية أن يبقى هناك أخذ ورد بين القوى السياسية في هذه البلاد وخصوصاً في هذه المرحلة من جهة ثانية رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن تأليف حكومة أمر واقع يعني جرى لبنان إلى أتوني أزمة المنطقة وفي الاشتباك الإقليمي ناصحاً للجميع بعدم الدخول في هذه المغامرة وأكد فضل الله أننا لسنا في زمن مصادرة التمثيل والقرار ولا يمكن لأحد أن يفرض على الحزب وزراء أو وظفين أو مديرين ونحن لسنا من الأفريقاء الذين يهول علينا لقد جرّوا الأحادية في السابق ولم يحصدوا منها إلا الخيبة والفشل نحن ننظر الجميع بالتبسل وبالتعقل وبالعمل على التفاهم والتلاقي على حكومة شراكة ووحدة قادرة على النهوض بالبلد وعلى عدم محاصرة الرئيس المكلف وحشره في الزاوية من قبل بعض 14 آضام من أجل الذهاب بالأمور إلى هذا النوع من التحدي رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سيد هاشم صفي الدين رأى من ناحيته أنه في الاستحقاقات الإقليمية الصعبة يجب العمل لتأليف حكومة وحدة وطنية تجمع ولا تفرق الرئيس بر يبحث في موضوعي الانتخابات والحكومة مع الرئيس ميقاتي وأرسلان يحذر من عين التيني من الالتفاف على استحقاق الخامس عشر من أيار تطورات اليومين الماضيين فيما يتعلق بالملف الحكومي وقانون الانتخاب مواضيع حطت بثقلها في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني فكان لقاء بين رئيس المجلس نبيه بر ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي رفض الإدلاء بأي تصريح رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان أشار من ناحيته إلا أن موقفه بالنسبة إلى القانون الأورتدوكسي سيكون منسقا مع الرئيس بر على اعتبار أنه ضمانة في هذا الموضوع محذرا من الالتفاف على جلسة الخامس عشر من الجاري بخلق أمر واقع معين يطيح كل القواسم المشتركة التي جرت توصل إليها وتمنى أرسلان على الجميع الخروج من المزايدات السياسية مع الأسف الشديد الهيئة النواية عند البعض مش صافة والهيئة النواية عند البعض بتخبئ أشياء كثيرة بعد الإيام كفيلة بتوضيحها أنا ندايت من شهر أو أكثر كل القوى السياسية اللبنانية أن تلتف حول الرئيس بري وتسهل مهمة الرئيس بري للوصول إلى قواسم مشتركة ممكن أن تقرب كل الأفريقاء من بعضها البعض مش على قيادة الغالب والمغلوب أنا ما عم بفهم ليش الرئيس السلام لحد هلق ما عمل أكثر من جلسي مع الرئيس نبي بري لوصول إلى شاطئ أمان بتأليف الحكومة أنا بعتبر هذا فاول سياسي كبير ومن زوار عين التيني النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي وقائد الجيش العماد جون قهواجي الجبهة التركية تشتعل على خلفية تفجيرات هزت مدينة الريحاني الحدودية وأوقعت أكثر من أربعين قتيلا ونحو مئة جريح وأنقرات تتهم النظام السوري اتهمت تركيا رسميا النظام السوري بالوقوف وراء التفجيرات في بلدة الريحانية في أنطاقيا أو كما بات يطلق عليه الأتراك إقليم هاتاي الاتهام جاء على لسان وزير الداخلية التركي الذي قال أن منظمة مقربة من النظام السوري مسؤولة عن تفجيرات الرحانية هذه الإشارة الواضحة إلى دمشق انسحبت على نائب رئيس الوزراء التركي بقوله الاستخبارات السورية ضالعة في التفجيرات قدرات مخابرات النظام السوري وتنظيماته المسلمة تجعل منهم المتهمين الأوائل ولكن سيكون لدينا شرح رسمي بعد الاسماع إلى شهود العيان والاطلاع على تقارير استخباراتنا وفي تفاصيل الانفجارات التي أوقعت العشرات بين قتيل وجريح بحسب وزارة الداخلية التركية ناجم عن سيارات مفخخة اثنتان منها انفجرتها أمام مبنى البلدية ومكتب البريد أما الانفجار الأخير فتبين بحسب سلطات تركيا أنه ليس إلا انفجار لخزان الوقود لأحدى السيارات تعليقا على الحارث وجه وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو تحذيرا شديدا لهجة لمن يعنيه الأمر من مغبة اختبار قدرة تركيا محتفظا لأنقرة بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نفسها الجواب على هذه الانفجارات أن التركيا قوية كفاية لترد من هنا أعزي أهالي الضحايا وأتمنى أن يمنحهم الله الصبر أما رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان فربط بين التفجيرات التي تعرضت لها بلاده والصراع الدائر في سوريا معتبرا أن أقليم هاتاي الذي وقعت فيه التفجيرات يقع على الحدود مع سوريا وأن هذه الأفعال ربما نفذت لإثارة تلك الحساسيات كذلك ذهب أردوغان في تحليله إلى الربط بين التفجيرات وعملية السلام بين أنقرة والمتمردين الأكراد وفي وقت تحدثت معلومات عن إغلاق معبر باب الهوى على الحدود التركية السورية كرد فعل على الحادث دان الائتلاف الوطني السوري هجمات الرحانية واعتبر أن هدفها الانتقام من الشعب التركي ومعاقبته على وقوفه إلى جانب الشعب السوري واستقباله للجئين السوريين وضمن الإطار نفسه وتزامنا مع التفجيرات أورد التلفزيون السوري في نشط الظهيرة خبرا عاجلا مفاده أن الأتراك من أهالي مدينة الرحانية الحدودية يهاجمون بيوت السوريين والمهجرين ويعتدون عليهم ميدانيا وبعد يوم من إلقاء الجيش السوري مناشرة تحذيرية لسكان مدينة القصير التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بوجوب مغادرتها بدأت معركة القصير وذلك في محاولة الجيش السوري لاستعادة السيطرة عليها وتحدث ناشطون معارضون عن اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات الأمن كان البارز فيها تمكن عناصر جيش الحر من السيطرة على قرية أبل في ريف القصير وقطع الطريق الصحراوي الذي يربط بين محافظتي حما وحلب سقوط خمسة صواريخ في الهرمل مصدرها الجانب السوري مع احتدام المعركة على أبواب القصير السورية سقطت خمسة صواريخ صباحا في الهرمل مصدرها الأراضي السورية في تلال محيطة بوادي العصي وصولا إلى محلة العسري واد الدابور وموقع مجاور لمزرعة النائب عاصم قنصو وسقط آخر قرب مدخل الطوارئ في مستشفى الهرمل الحكومي محدثا حالا من الفوضى والهلع بين المرضى والعاملين صواريخ من المنطقة الشرقية من فوق من الجبال ويعلم الله يعني لا قصة ضرب ولا قصة يعني شو حمي يستفيدوا هنا من أصفر المنطقة سواء كانوا من الجيش الحر لابدوا يقدروا أحييك للمناطق السورية ونحن هذا الوضع اللي منحم المسئولية للدولة اللبنانية والجيش اللبناني أنه يحمل مسئولية حماية المواطنين بالهرمل وهذا القصف العبسي والهمجي من قبل المسلحين لمنطقة الهرمل الحقيقة عم يؤدي لشحن بالنفوس مدير المستشفى أكد استمرار العمل بشكل طبيعي في سائر الأقسام ورغم كل هذا الإرهاب اللي عم بيقدموها أولئك المجرمين الإرهابية لن يسنينه أي شيء عن تقديم المساعدات الطبية أنا أبعى سمقان صرع بدوره أن ما تتعرض له الهرمل من قصف على يد العصابات الإرهابية إنما هو محاولة لنقل التوتر والفوضى رئيس الجمهورية يواصل استقبالاته والرئيس أمين لجميل يدعو من روما إلى مؤتمر دولي بشأن النازحين ورئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع يرد على الأمين العام لحزب الله وأخبار محلية متفرقة في هذا التقرير بحث رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع زواره في بعبدة في سلسلة ملفات متنوعة واستقبل كل من رعي عبر الشيات بيروت للموارنة المترنبولوس مطر ورئيس مجلس القضاء العالى القاضي جنفهد ووفودا نقابية وجمعيات أهلية ومدنية طالب الرئيس أمين لجميل من روما بعد لقائه وزيرة الخارجية الإيطالية بعقد مؤتمر دولي لمعالجة ملف النازحين ركزت على موضوعين مع الوزير الموضوع الأول هو مؤتمر للنازحين السوريين في لبنان والمنطقة وهذا موضوع مهم جدا وكذلك الأمر طلبنا أنه إيطاليا تدعم هذا التوجه لأنه كان سبق مؤتمر للدول العربية ونعرف ما كان ما أدى إلى النتيجة المرجوية اليوم مطلوب مؤتمر دولي وهذا بسهل إذا بحبوا يفتشوا على حل القضية السورية برمتها رد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جاجة على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أحد جبهة هي جبهة سورية الأسرائيلية أربعين سنة من الثلاثة وسبعين للألفان وثلاثة عشنا أربعين سنة سمعنا بمئة دربة كف على سيحة البرج أحدا مننا سمع بدربة كف بالجولين أبدا 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 وبالتالي هالمقولة غير صحيحة وإذا هلا عم بيطرحها سيد حسن عم بيطرحها من قبيل دفاع عن هالنظام وعم بيطرحها من قبيل الفرقعة الإعلامية لإظهار هالنظام أنه مستهدف لأنه كان بحادة صراع مع إسرائيل الشغلية التي تاريخيا منها وزوطها جعجع وخلال عشاء لمصلحة النقابات العملية في القوات اللبنانية رأى أنه يجب التوصل إلى قانون الانتخابي جديد إذ لا يمكن الاستمرار بأي شكل من الأشكال بقانون الستين الذي انتهى إلى غير رجعة رد مسؤول حركة حماس في لبنان قرع لباركي على دعوة فصائل المقاومة الفلسطينية إلى شن عمليات فدائية على العدو الإسرائيلي عبر جبهة الجولان فقال إن المقاومة الفلسطينية هي على أرض فلسطين وأن حركة حماس لم تتخلى عن نهج المقاومة وكانت ومزالت تقاتل على أرض فلسطين كلام باركي جاء بعيد لقائه النائب بهي الحريري في صيدة صدر عن قيارة الجيش مديرية التوجيه البيان التالي نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية في شهر نيسان المنصرم أوقفت هذه الوحدات 591 شخصا من جنسيات مختلفة بعضهم مطلوب للعدالة بموجب مذكرات توقيف وبعضهم الآخر لارتكاب جرائم ومخالفات متعددة مبنيان مهددان بالسقوط في صيدة ولا أحد يتحرك أطلق أهالي مشاريع دار السلام الكائن في ثلاث مارلياس في صيدة صرخة مدوية محذرين من إمكان انهيار مبنيين وتكرار كارثة مبنى فسوح ما يهدد مصير نحو أربع عشرة أسر تقطنه بالسنة الماضية منتفاجأ أنه هون كان في أرض لواحد يهودي مباعت الأرض تفاجأنا بالجرفات كذا مرة رجعناهن قلنا لهم يا جماعة أنتوا عم تجرفوا بس نحن بيوتنا عم بتهاز ما تخربوا بيوتنا بس بلشوا جرف بالمنطقة اللي تحتنا بلش فيه انهيار في المبنى عنا نحن عزلينا واضطرين غصبا عننا نرجع لأنه ما في عنا بديل ما في عنا بدل أجار أمنونا شهر واحد وقالونا معاش فيك وحذر القاتلون من أن المبنيين لا يقاومان هبوب أي عصفة جديدة وهما معرضان للانهيار في أي لحظة معنى ظهور تصدعات كبيرة الكلاب الشاردة في النبطي تهاجم السكان وتؤرقهم والبلدية حائرة بين قتلها والبحث لها عن جمعية تؤويها يقال إن الكلاب التي تنبح قل ما تعض هذه ليست الحال في مدينة النبطية هناك تجمع للكلاب الشاردة في أماكن محددة في الأحياء وفي السوق التجاري ويؤثر على حركة الناس خصوصا في الصباح الباكر وفي ساعات متأخرة من الليل من خلال الإزعاج أو من خلال حركتهم بلدية النبطية اليوم بصدد إيجاد حل للكلاب الشاردة في شوارع مدينة النبطية وهذا الحل الذي نحن بصدد إيجاده يراعي كل الجوانب الشرعية ومعايير الرفق بالحيوان لكن لم نصل إلى نتيجة حتى الآن لمتابعة الموضوع مع مراعاة هواجس البلدية قصدنا الشيخ محمد بزي للاطلاع على الحكم الشرعي في معالجة هذا الموضوع ظاهرة الكلاب الشاردة فعلا أذيتها ليست من باب التوجس والتخوف والخيال وإنما واقع هذه الكلاب تتعرض لقراء القرآن على قبور الموتى في جبانة مدينة النبطية في وسط الليل بعض من القراء شك أنه لا يستطيع أن يقرأ على القبور نتيجة هجوم الكلاب المسهورة عليهم في الليل والتعرض لهم ولذلك صارت مزدى خوف لو كان بالإمكان استبعاد هذه الحيوانات إلى حظيرة خاصة بها يرفق بها هناك فعند ذلك يتخلص منها ولكن إذا سدت الطرق لا يبقل لنا مجال إلا أن تقتل هذه الحيوانات فإذا تيقننا أن هذه الكلاب هي مصدر خطر على الإنسان ولا يمكن التخلص منها سلميا وصدت علينا الطرق هذا جوهر الجواب وصدت علينا الطرق فهنا تقدم سلامة الإنسان على سلامة الحيوان بحثنا على جوجل على جمعيات الرفق بالحيوان وقصدنا جمعيات بتا لسؤالها عن حل يجنب الكلاب مصير القتل بينشيلوا من مطرحهم بينعملهم عمليات خاصة ويرجعوا بينردوا لمطرحهم ما بيعودوا يتكاتروا وتبين بالعالم كله بكل البلدين اللي عندها مشاكل كلاب شيد تبين أنه هذا هو الحل هذا الحل برسم بلدية نبطية وإن تعذر فقد أفت الشيخ بزي بآخر الدواء القتل بعد غياب ميداني وعسكري دام نحو أربعين عاماً سوريا تدخل من الباب العريض على خط القضية الفلسطينية عقب الغارة الإسرائيلية الأخيرة على دمشق معلنة فتح جبهة الجولان أمام الفصائل الفلسطينية كافة تحقيق للزميلة رشال كرم بعد دعوة سوريا الفصائل الفلسطينية إلى محاربة العدو الصهيوني عند جبهة الجولان باعثة بذلك بأكثر من رسالة إلى أكثر من طرف دولي باتت الكرة في ملعب الفصائل فكيف تلقف الفلسطينيون هذه الرسالة؟ أنا تفسيري أمر طبيعي أمر طبيعي هذا اللي اتخذ النظام السوري ولو لم يتخذ هكذا خطوة ممكن أن نظن أننا في قصة قائمة بيننا وبينه لأنه فعلا هذا الموضوع لطالما كنا وخلال كل السنوات الماضية نطالب القيادة السورية بضرورة تفتح الجبهة في الجولان الآن إذا اقتنعوا الإخوان السوريين أقول لهم لا تقتنعوا نحن نتلقف هذه الفرصة هل أنتم غير معنيين لهذه الدعوة؟ لا أقول غير معنيين لكن أقول أن لحماس سياسات قبل أن تأتي حماس إلى سوريا وأثناء وجودها في سوريا وبعض أن خرجت قيادة حماس من سوريا حركة حماس قرارها وسياستها أن تبقي عملياتها المسلحة داخل فلسطين ولا تقاتل حركة حماس من خارج فلسطين تعتبر حماس أن الأجدى للمقاومة الفلسطينية أن تقاتل من الداخل لأن القتال من الداخل يوجع العدو أكثر ولا نريد أن نحرج الدول العربية ولكن هذه الدولة هي التي تدعوكم إلى القتال؟ نحن لم يتصل بنا أحد ولا يوجد لنا وجود عسكري في سوريا نحن لدينا الفسحة في فلسطين ونقاتل داخل فلسطين ولسنا محشورين في فلسطين نحن ما زلنا مقاومة ونقاتل في فلسطين إذا كان هناك فصائل تريد أن تقاتل من الخارج هذا يعود لهذه الفصائل وللدول التي سمحت لها قررت مصر أن تفتح الجبهة مع إسرائيل ألن تستخدم حركة حماس الجبهة المصرية تجاهها؟ نحن لسنا بحاجة إلى استخدام الجبهات على كل دولة عربية أن تقوم بواجباتها ما بجوز أنه كما الأمور تنفلت بهذه الطريقة وكل واحد على زوءه يريد أن يشتغل طبعاً يريد أن يكون فيه تنسيق بين قوى المتحالفة لوجستياً نحن بدنا من كل الإسرائيل تحضري لأنه فصائل مقامة أتتها فرصة على طبق منفضة ونحن سنكون جاهزين لهذا العمل إذن اتفقت الفصائل الفلسطينية على اختلاف تواشهاتها على إدانة الغارة الإسرائيلية وعلى حق سوريا في الرد وتباينت أراؤها في القرار السوري الذي لو أنه أتى في زمن وتوقيت آخرين لاتفقوا وغيروا في مسار الصراع العربي الإسرائيلي إذا كان اتفاق القاهرة عام 1969 أكد حرية العمل الفدائي الفلسطيني من داخل الأراضي اللبنانية فهل إن القرار السوري مشروع لاتفاق قاهرة إثنان وإن تغيرت المعطيات الميدانية والسياسية رشال كرم قناة الجديد ذكرت وسائل أعلام إيرانية أن الرئيس الأسبق علي أكبر هاشم رفسنجاني قد سجل اسمه مرشحا لرئاسة الجمهورية الإسلامية قبل دقائق من انقضاء المهلة المحددة لذلك وعرض التليفزيون الإيراني لقطاط لرئيس محمود أحمد نيجاد ولرفسنجاني البالغ من العمر 78 عاما خلال جروسه في مكتب تسجيل أسماء المرشحي الانتخابات الرئاسية وهو يبتسم ويلوح يشار إلى أن رفسنجاني قد شغل منصب الرئيس بين عامي 1989 و 1997 ومن بين المرشحين أيضا كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي ومستشار قائد الثورة الإسلامية في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي في بانجلادش عثر على ناجية وحيدة تحت أنقاض مبنى انهار قبل 17 يوما في حدث مذهل تمكن مصعفون في بانجلادش من انتشال امرأة بقيت على قيد الحياة 17 يوما بين أنقاض مبنى انهار في الرابع والعشرين من نيسان الماضي في سافار قرب دكا وذلك بعد ساعات على إعلان الحصيلة المأساوية بسقوط أكثر من ألف قتيل في كارثة انهيار المبنى معظمهم من عمال النسيج وقد أنجز المصعفون هذه المهمة بعد سماعهم لداءات الاستغاثة التي أطلقتها المرأة بعد أيام عدة لم يسحب فيها إلا جثثا وتم تقطية عمليات الإنقاض على شاشات التلفزيون المحلية بشكل مباشر وتجمعت أعداد كبيرة من الناس في المكان حيث بدأ عليهم التأثر الشديد وقال مسؤول فرق الإنقاض أن ناجية اسمها رشمة وكانت عليقة في فجوة بين عمود وقوص بناء لافتا إلى أنها نجحت في الحصول على الغذاء خلال 15 يوما لكن مخزون الطعام استنفذ قبل يومين وهي كانت تأكل البسكوي وتمكنت من إيجاد مكان آمن وبعض الهواء والنور كان في النشرة تركيا تتهم النظام السوري بتفجيرات أنطاكيا في الخاص الجولان ينتظر فهل يتحركون؟ نحن نتلقى في هذه الفرصة تبقي عمليات المسلحة داخل فلسطين ماذا عن ثلاثاء حكومة الأمر الواقع؟ ما بتكون خطوة موفقة يعني نحن عم نكثف جهودنا عون يحذر سلام انتبه من خطر الإنزلات والحزب عن الأمر الواقع لا يجرب هذا النوع من البقومة كان هذا كل شي حتى الساعة شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر